اشتركوا في القناة 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 فيه ويروح يرتمي في حضه وعرف ان دي امه وعرف ان دي امه وليها ظروف صعبة ويعني ملهاش مكان ليس لها مأوى والطفل عايش معها بيهتموا بيه لكن بيرجع تاني يدخل في حضنها عشان يتمتع بحنان الام حتى لو كانت انسانة معدمة وهنا وقف العلماء العلماء النفسي يعني متعجبين من الرابطة العاطفية التي تربط هذا الطفل بالام طبعا اخذ الام واكرموها لكن ابتدوا يدرسوا الحكاية دي واكدت لهم قيمة العاطفة في نفوس الاطفال حتى لو كانت امهتهم معدمات ومع ذلك ده خلينا ننتبه ان الزوجة هي كائن عاطفي العاطفة والحنان عند المرأة بتخلي الرجل ينتبه ويعني كنصيحة او بعض النصائح نديها للازواج اهتم جدا جدا بالعاطفة عند الزوجة اهتم بكلام المشاعر لازم يكون كلامك مع امراتك فيه كلام لطف كلام محبة كلام مدعبة كلام احساس بيها كانسانة وكسيدة وكأنثة ليها مشاعر وعواطف تحب انها تشبع فيها وخاصة في وقت الحوار او في وقت النقاش لابد ان يبدأ الزوج بكلمات طيبة كلمات مشاعر فيها تأدير يصل الزوج الحكيم والزكي لما يجي تناقش مع امراته يركز على النقطة اللي فيها اتفاق وبعد كده على النقطة اللي ما فيها اتفاق فيستطيع ان يكسبها ويكسب مشاعر تخليها تفرح الاول بامور ايجابية وبعد كده ممكن يتناقش معها في الامور الاخرى التانية اللي ما فيها اتفاق لو وعدتها بحاجة لازم تنفذها لانها بتنتظر بمشاعرها تحقيق وليس بعقلها فقط ايضا تجنب الكلام السلبي هي مش عايزة منك كلام ايجابي وما فيش فعل لابد ان يكون الانسان بيقدم لها كل ما تحتاجه عشان عاطفتها تكون شبعانة وهي ما احتاجتها حس مشاعر محبتك ايضا لا تطلب منها يعني مش هتطلب منك مساعدة فحاجة الا لو كنت يعني تقدر تقوم بيها وفي نفس الوقت تقدمها لها بمشاعر لطيفة وبكلام لطيف طبيعة المرأة العاطفية ايضا نقطة مهمة جدا بتصعب عليها جدا الانفصال عن الاهل صحيح كتاب مقدس بيقول لي يترك الرجل اباه وامه والتصخ بامراته والمفروض المرأة كمان او الزوج العكس لكن لابد ان الزوج الحكيم يعرف ان عاطفة المرأة تجاه اهلها لها دور كبير في حياتها ولهذا لابد يرأي الحكاية دي يعني يكون فيه دايما مساعدة منه للتواصل مع اهلها ويكون فيه ترحيب منه للتواصل مع اهلها ويكون فيه مشاركة منه للتواصل مع اهلها بصورة لطيفة وهدية وبكده يكسبهم ويكسبها ويكسب مشاعرها لكن لو حصل اي موقف دي غلطة بيقع فيها بعض الناس حصل اي موقف فالزوج يبتدي هاجم اهل الزوجة فتتأثر الزوج ونفس الكلام هنقول له الزوجة ايضا ولكن العاطفة هنا لها دور كبير جدا جدا خاصة في السنوات الاولى من الزواج الزوج ما يقلقش من ارتباط زوجته باهلها او تعلقها بيهم خاصة اذا كانت في حياتها قبل الزواج مرتبطة باهلها اوي بيستمر هذا الارتباط لفترة الى ان تتكون لها شخصية منفصلة بالكامل وتستطيع انها يكون ارتباطها اكتر بزوجته العاطفة عند المرأة بيخليها حساسة جدا اكتر من اي واحد من الرجال حساسها في الكلام حساسها في التفاعل حساسها في الاحساس بيها والليهذا فاكرين السيد المسيح مع المرأة السامرية الله ازهابي وادع زوج يستخدم اسلوب رقيق في التعامل معها وعشان كده نصايح نقدمها للزوج عن تعامل مع المرأة العاطفية لا تتحدث اليها يعني بطريقة سيئة ولا تتحدث عن اهلها بطريقة سيئة اهتم بانك تقولها كلمات وتقدر متعبها وتقدر مشاعرها وتقدر حسسها وتقدر ايضا انفعلتها عندما تكون منفعلة تكون حس دايما انك معاها في المشاعر وانعاها في العاطفة تجاه كل المحيطين بيها وخاصة الاهل وخاصة طبعا علاقتكم الشخصية تكون فيها دايما مرعاة لان المرأة كيان عاطفي يحتاج الى عاطفة اكثر من الرجل ربنا يساعدكم وتكون دايما العلاقة بين الزوج والزوجة فيها عاطفة جميلة مفرحة والإلهنا المجد دائما قبلين امين اشتركوا في القناة